لقيت أنه ضيعتي وقت بالدراسة ولا بتعتبريها شغلة لازم مفروضة أو بتايمني فيها أنه لازم تكون قبل الموهبة يعني لو درستي مسرح أو درستي شيء بالتمثيل من البداية ممكن ممكن بس نوت في العائلة اللي أنا فيها ولا في المجتمع اللي أنا فيه ولا في الوطن العربي بشكل عام I have the good girl syndrome أنه لازم أكون the good girl دائما يعني أرضي المجتمع وأرضي الناس والحاجة العادية والطبيعية لازم أنا أعملها فلما أكون من جوع أو زعمل حاجة ما بقدر أعملها I have to أحسب مليون حساب تدفع فاتورتين يعني بدك تدفع فاتورت لعالم بعدين بعدين تشوفي أنت شو بتحبيه صعب هيدا الشي يلا بلشنا نخاف الله رواء بلشنا نحنا كيفك مها جعفر شو الأخبار بحكي لبناني ايه كتير بحكي لبناني كتير كتير منيح مزبوط لأ ظهبت عن المزبوط طب يلا قد تحكينا لبناني لشوف مجد كيفك حكمت شو إحساسك أنه أنت عم تعمل هيدا البودكاست الكتير كتير حلو شو رأيك ولبناني لأ ظهبت مية بالمية شو رأيك برسي كتير لقلك مين نزلت على لبنان؟ ايه نزلت على الروشي ونسيت بقى مأمانك مين رعت أنا كمان بلبنان وعى شارع الحمرة وعى جونيا كتير كتير حلوة لبنان كتير بحبه الطبيعة والخدار والأكل بيعقيد عن جد كتير طيب يعني نعم يعني مش متل بأي مطرح بالعالم برافو 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 من شهرت بي هالقصاص بتقليد اللهجات حتى شاطرة بالعراقي مها جعفر بايدووي بيت جعفر مشهورين بلبنان تعرفين احنا عنا كتير بيت جعفر؟ عشيري عشيري مهمة I've been telling you I'm Lebanese Exactly ما بعرف انه في بالسودان جعفر يعني نحنا يمكن معناتها الاصل من هونيك من السودان؟ انت بتعرفي انه ضايعتي بلبنان بتعرف شو اسمه؟ شو؟ حزاري شو؟ حزاري انت من السودان شو اشهر شي بالسودان؟ اشهر منطق بالسودان الخرطوم؟ عن جهد؟ لا لا ضايعتي اسمه خرطوم لا شفتي؟ واو طلع عندي بارت سوداني انا بس انهم الخرطوم هلا هي اسمه خرطوم نحنا مش الخرطوم انتم عندكم الخرطوم اه يعني انه انا من خرطوم واو جدا صراحة ما توقعت ابدا طلعت انت بتحكي لبناني وانا سوداني وانا سوداني وانا سوداني خرطوم خبريني عنك دراستك عملتي مادسين دنتستري دنتستري واشتغلت فيها وبعدين هيك شغافك والتالنت اللي عندك ايها شدتك للسوشيال ميديا اكتر بعدين كنت شغلي لا لا حدا بيترك يعني كم سنة درسة عملتي الدراسة كانت خمسة سنين سنة يعني ست سنين تقريبا وعلى فكرة انا كنت بحبته بالاسنان الشديد انا دخلته باسنان عن حب يعني انا كانت احكي لك قصة حياتي كان عندي اسناني كانت مفرق كان عندي هون كان في فراغ بين اسناني وكان ما عندي ثقة بنفسي فراحت لدكتور الاسنان لما كان عمري 12 سنة او شي هيك دقيقة ليه ما قاعدت تكلم سوداني يالله تلاس سويتش تسوداني سويتش فماشيت لدكتور الاسنان بابا يعني هو اللي اصر انه حيعمله تقويم عملت تقويم وحسيت انه فعلا يعني ثقتي بنفسي يعني تغيرت تماما زادت شديد وحسيت نفسي يعني واثقة من نفسي اكتر وتخيل انه يعني انا من ما عملت التقويم لحد ما دخلت الجامعة انا وليك حبقى دكتور الاسنان عشان اغير للناس ابتساماتهم عشان اديهم ثقة بنفس زي ما دكتور يعبل ودخلت الجامعة ودرست طب الاسنان وكنت يعني شاطر فيه وكنت يعني مبسوطة يعني حتى الدراسة كانت صعبة 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 عشان اي نستو ستادي اوالا تتعلمت طرق انه انا يعني ما انام واو فالجامعة كانت صعبة شديد بس اخر سنة اي كنت مركز على الدراسة تماما بس اخر سنة اي بوستد the video on snapchat والفيديو كان انا كنت بعمل كتير الفيديوهات بتضحك على my social media يعني انا كنت بعمل 50 اشخاص يعني انا كنت بعمل انا اشتركت one video on my snapchat وبعدين الفيديو عجبني فنزلتو على الفيسبوك وبعدين ما شفت الفيسبوك كان يعني everyone liked it from my friends وكدا فmy sister wanted to share it فقالت ليه مها اعمليو public عشان صحباتي اللي عندي على الفيسبوك يشوفو فأملك اوكي لا انا كنت انا كنت بعملوا public عشان كل الناس تشوفو oh my god عب كيف كل الناس تشوف الفيديو بتاعي بعدين قالت ليه اخي مها ما في زول حيشوفو ما في زولش غالبك انتي منو اصلا عشان يشوفو الفيديو بتاعك وبس و I shared it عملتو public اول ما عملتو public it was so crazy لانو فجأة بيجيت جيني friend requests من كل العالم و انا اعمل delete block 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 delete 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 I'm like I'm done my new daily ايه الناس اللي بتاعي ادو I was so mad but then I posted انا اكتشفت انو الفيديو اتوانت فييرل بعد كم يوم بيجا بعد 2 days or 3 days بيجا 1.8 million views و at that time 2016 1.8 million views on Facebook it's a huge number it was so huge يعني right now things like on tik tok and stuff they go like for 20 million and 50 million بس انا at that time to have 1.8 million views it was like خلص and I started I didn't يعني ما كنت فاهما شنو بيحصل وبعديها بشوية وصلتني interviews وصلتني messages من BBC CNN واو I know I was يعني انا كنت اصلا يعني انسانة بروح ممشي الجامعة وبرجع البيت بدرس وبنوم بس that's it that's my life فتخيل the shift of like فجأة interviews with international like platforms وبعديها ام لك انا اصلا I love يعني بحب اعمل شو كان الفيديو it was me doing different كنت بعمل لهجات بقلد لهجات بس كنت بقلد بس كنت بقلد just a selfie video وانا بقلد 25 لهجات or something like that ما عرف لو هم و 25 وين تعلمت يون انا اصلا مولودة في الامارات وامي عراقية وابوي سوداني وصحباتي كل واحدة من بلد وانا بحب اركز يعني لو مثلا لو قاعدت معك يعني يعني فترة خلاص يعني بتشرب اللهجة والشخصية فببقى بقلد بقلد الناس يعني حتى كنت بقلد المدرسين والدكاترة في الجامعة بس مجرد انو انا براقبهم يعني في اللكترز وكدا يعني اي شخصية اشوفها في تلفزيون او كدا بحب اشتري بواريك والبس كعوب ويعني اقلد الشخصيات واضحك يعني يعني احب كوميدي من من ما كنت صغيرة يعني 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 كيف لقيت لقيت هال الموهبة يعني شو بتحسسك انو يمكن بتوصلك اكتر للعالم انو بصير الاصحاب عندهم اهتمام اكتر كيف عطتك يعني هيك الثقة بالنفس حسيتي انو شو عم بتقدم لك هال الكوميدي ليس تعملتيها بحياتك لتقرب اكتر من اشخاص يعني حسيتي انو بحاجة لهيدا الشي لانو تبرزي شي معين عندي كيه بشخصيتك او تخبي شي معين هو اكيد كوميدي ليس تأتي من فراغ يعني كل الناس اللي بيكونوا شخصيتهم انو بيحبوا يضحكوا العالم they have a reason يعني بيكون في سبب انا for me يعني انا كنت اصغر واحدة ودايما I don't know يعني what's the reason بس I was يعني بحس انو انا لما يعني اضحك الناس it's like I feel satisfaction I'm good enough you know بتحسي عب تجلبي الاتنشن هيدا اللي كنت بدي يجرب لكي اكيد اكيد يعني you feel like منو انت صغير يعني في الناس كلها بتكون بتفتش على طريقة او they find their way in every community في ناس they like to stay away and they find بيحبوا يعني يكون عندهم اهتمامات باشياء تانية وفي ناس بيحبوا الاتنشن حتى صاحباتي دائما بيقول لي انت تحب الاتنشن I'm like okay انا بحب الاتنشن بحب الاتنشن من ناحية انو بحب اكون بتكلم مع الناس وفي نص القاعدة وبطحك الناس ويعني I'm like connecting with everyone I don't know يعني it does give me satisfaction يعني بس بتلاقي حالك خلص يعني انت naturally that's what you want to do يعني when you're in a group انت اللي بتكون من جوه يعني خلاص عفوين بتكون عاوز تضحك الناس او عاوز تكون اللي دمه خفيف او اللي عاوز يعني بس انو ضلت لدرجة انو حتى الكارير اللي عملتيه انو حصيتي انو بديك ترجعي للكوميدي يعني ما كملت فيه بقلت انو كمان در صعب واخد من وقتك كتير بس اصريتي رجعتي قلت انو انا بدي اعمل اللي انا بحبه لا لا انا a comedy changed my life يعني it really يعني I don't know how to explain it غيرت حياتي تماما يعني I have so much passion للكوميدي والتمثيل ودا كان حلم حياتي انو انا اكون مثلة او اكون مما انا صغيرة بس لانو بسبب المجتمع والاهل وكده ف it wasn't an option يعني بس احنا يا دكتور يا مهندس يعني فانو ما في option تاني لو انت شاطر خلاص يعني that's it ف I had to go حتى في مخي يعني ما كان عندي option تاني فلما اخترت طب اسنان اخترته لانو انا بحبه ولانو اصلا يعني انو انا ادخل مثلا يعني اي شي اللي له علاقة بالإعلام او مش الإعلام التمثيل او الكوميديا was not an option ف I deleted it completely ودخلت طب اسنان وكملت فيه واشتغلت فيه بس فجأة انفتح ليه الباب انو مهى wait a minute انتي فجأة my video got viral وانفتح هالباب ده واكتشفت اصلا I didn't know انا ما كنت عارفة انو تقليد اللهجات دي موهبة والله العظيم انا يعني ما كنت اصلا مستوعبة انو دي موهبة كنت شايف انا دي حاجة طبيعية وانا اصلا بعمله بشكل عادي وكل الناس عادي يعني ولا مرة يعني شفتها كموهبة ولا مرة حاست نفسي اصلا موهوبة في المجال ده كله الا لما بعدين بيقيت على السوشال ميديا والناس بيقيت تقول لي والتعليقات والانترويوز وكده حتى بعدين ام like wait a minute I can actually يعني هل انا ممكن ادخل العالم ده فعلا وهو العالم اللي انا بحبه وكنت وقتها بعمل الانترنشيب تخرجت من طب الاسنان حتى يعني كنت فاتحت يوتيوب مع اخر سنة تخرج من طب الاسنان وعملت الانترنشيب واشتغلت في عيادة سنتين وكنت يعني خلاص I'm a dentist بس شوية شوية الواحد بحس انه في ناس كتير بيقدروا يوفقوا بين اتنين بس صراحة I don't want to يا بس ماها بتعرف شو اللي صار بعيك بحس انه يعني you proved yourself بانه انه خلصت الدراسة حطيت مثلا هذا الشهادة قدام اهلي قلتينه انه خلاص انا عملت الواجب او اعملت المجتمع فرضوا علي وقال لي انه انا لازم كون بهيدا البوزيشن اللي هو انه بدي كون انا يا اما دكتوري عمام هنسي عملت وصور انا صرت ضميريا مرتاحة انه روح اعمل انا الموهب اللي انا بديها فصرت مرتاحة انه خلاص I did my job I proved myself اشتغلت وهلا انا حرة صار عندك الحرية يمكن لو بتنعطى الحرية من البداية للاشخاص يقرروا شو بدهم يمكن بيوفروا وقت اكتر على حالهم بس ما بعرف اذا بديقول بياخدوا الريسك اكتر بس اللي واسع من الموهب طبعا ويمكن بلاقي الدعم من البداية بيكون موفع فيها اكتر لقيت انه ضيعتي وقت بالدراسة ولا بتعتبر ريا الشغلة لازم مفروضة او بتايمني فيها انه لازم تكون قبل الموهبة انا صراحة انا شخصيا يعني بحس انه شخصيتي يعني انا بالعكس ممتنة و انا درست طبستان يعني حتى لو رجع باي الزمن كنت حادخل طبستان وحادرست طبستان وحرجع في نفس الطريق لانه كل حاجة حصلت في الطريق ده هي اللي سهلت لي المكان اللي انا فيه واليوم يعني يمكن من اول ما تخرجت لو كان عندي من اول ما تخرجت لو كان عندي الحرية انه انا اعمل اللي انا عاوزه ممكن في مجتمع تاني تزبط يعني لو درستي مسرح او درستي شيء بالتمثيل من البداية ممكن ممكن بس في العائلة اللي انا فيها ولا في المجتمع اللي انا فيه ولا في الوطن العربي بشكل عام يعني لو انا في مثلا مكان مهيئ يدعم الفن ويدعم المواهب ممكن من الوقت داك انه تنجح بس للاسف ما في مكان مهيئ انه يدعم المواهب الشابة الصغيرة اللي لسه يعني محتاجة تطلع يعني احنا عشان تقدر تكون تثبت نفسك لازم تعاني فترة طويلة فما كان حتى اوبشن بالنسبة لي انه انا يعني انه حتى لو عندي الحرية ما كنت حمشي بالطريقة الصح يعرفت يعني او ما كنت عارف الاساليب او ما كان عندي تولز بس it's sad لانه يعني it's very sad صراحة لانه فيه ناس كتار عندهم موهبة وحتى في الرياضة يعني فيه ناس بكونوا ممكن يكونوا يعني اثليتس عالميين فيه ناس ممكن يكونوا فنانين خرافيين وموسيقيين وممثلين بس ما فيه المكان اللي انت تكتشفي والموهبة دي وتغذيها لا نحنا just focus on يلا نطلع نشوف الجامعات دي شنو يلا خدوا واحدة منها وللأسف يعني الوضع back home يعني لما انا سودانية مثلا يعني انت لو ما عندك شهادة خلاص انت ضايع يعني ما يعني انا بتخيل انا لما اجيب اولاد يعني ان شاء الله لو جبت اولاد يعني حكون لا مصر ان هما ياخدوا شهادة لانه الوضع مخيف لو انت ما عندك شهادة لانه ما فيه دعم للمواهب لأني بحس انه لو كان فيه حرية لو ما كان الوضع مهيئ ما كان حتزبط أصلا بس هل انا ندمانه انه انا دخلت تضب أصلا لا أبدا 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 بالعكس يعني I feel like فيه حاجات حصلت في الجامعة حاسة انه انا مجرد انه انا تخطيت الحاجات دي او قدرت انه انا تو اواجهها انه انا I can face the world انه I studied oral pathology what are you saying يعني انا ممكن احفظ كتاب قدرته يعني حيصعب علي whatever يعني حاسي نفسي ممكن امشي اعمل اي حاجة اعطيتك ثقة اكتر اخذت الثقة بنفسي شديد وتعرفت على ناس رهيبين شديد يعني كيفاية انه انا تعرفت على هديل في الجامعة انه احنا كنا بتجد احنا الاثنين يعني بالنسبة لبعض نحنا بمت في الجامعة فنحنا ويمت في الجامعة واحنا الاثنين درست بأسنانه احنا اصلا يعني بس ما هاي بيرجع رجعني لنفس النقطة انه يعني الموهبة من قبل ما تولد بتكون عم تنتقد من بدايتها يعني حتى بصير في عنديك شك بحالك اذا انت موهوبي ولا لا اذا بيجوا الاهل انه هيدا مفكرتيه كرير او هيدا مفكرتيه ممكن يوصلك لمحال او المجتمع او يعني انت حتى بينك وبين حالك راح تكوني مستحية تقوله اذا حدا شخص بيسألك ان شو حاب تعملي وانت صغيري بعدك يعني ما فيك تقليل والله انا بدي اعمل او بدي اعمل تمثيل مش بس انا صغيرة هلا حتى هلا انه انا دكتورة بتحطيلون اه 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 انا يمكن من سنة او سنتان بديت اقول للناس انا كوميديا من سنة او سنة انا يعني ام سوشال ميديا ستة سنين او يعني حتى بقى سبعة سنين لحدة هسي لانه انا عندي بروغرامنج في راسي انه انه انت مستحيل الا لو عملتي الحاجات المعينة بتاعت المجتمع انا دكتورة اسنان بس انا الفيديو بتاعي انات المعينة نعم حتى ما كان عندي استعداد احتى انا هسي لسه I'm not discovering my full potential لانه I'm trying to unlearn قاعد حاول اكسر كل البروغرامنج الحاصل في راسي مش بس من اهلي او كدا يعني من المجتمع كله انه لا انه انت بأس من صنع انه انت بأس بأس كباري إنه حقًا ليس في المجتمع بتاعنا يعني غلط أنك تكون يعني هم ما بيفهموك أنك غلط تكون فنان فأنت بتقول أنا دكتورة بالضبط سكتو آه ثالث أنا أنا أصدقائي نعم وعندما تعلم ما هي الأفضل أنه لا شفت كمية الاحترام لما يعرفوا أنك دكتورة حتى لو حطيها بالجرور للشيء دي في الإسلام عليها حتى لو يعني أنا دخلت طبع سنانو وتخرجت لكن يعني يعني أنا كان معاي ناس فعلا يعني بالعافية أصلا بيجو جامعة وكلنا أخذنا نفس الشهادة يعني it's really ما هو إنسان ليس أفضل من أي إنسان آخر يعني دكتور بس يعني it's not يعني أنك أخذت جائزة نوبل للسلام يعني بس فعلا لا أنت بتشوف الاحترام ما اللي في وشهم وأنه واو أنت دكتورة بس أوكي يلا أمشي أعملي لأنتي عوزها ولأنه أنت خلصتي يعني أنت تخرجتي من الحياة you're a doctor now بس I had to يعني أنا لازم أشتغل على نفسي كتير عشان أقدر أتقبل فكرة أنه لا عادي أنه أنا أخلي الطب وأترك وأركز على موهبتي والحاجة اللي ساعدت شديد اللي هو يعني فعلا كانت بلسنج كبيرة نعمة كبيرة كبيرة أنا أنا بعتبرت نفسي محظوظة يعني الحمد لله لأنه قدرت أنه أنا أستخدم الموهبة دي أنه أنا أطلع فلوس and to support my family لأنه لو ما كان يعني في الفترة بتاعت لما اشتغلت دكتورة أسنان الفترة دي أنا كنت يعني عم بتعتمد على حالي كم كنت في طب الأسنان لسه يعني أمنت ما قاعدة يعني أستفيد منها ماديا كنت لسه تدريب بس بنفس الوقت on the other side كنت بطلع فلوس من السوشيل ميديا بس It took me so much عشان أطلع فلوس يمكن سنة سنتين ثلاثة عشان أقدر أكون established on social media وأطلع فلوس فthe fact أنه أنا بقيت معتمدة على نفسي ماديا وبصرف على نفسي وبصرف على البيت وبكوني يعني independent هي يمكن 90% من السبب اللي خلاني أحس أنه I am able to follow my passion لو ما كان في الحادة دي ما كان لو ما كنت يعني أنت عطل عم تحسي أنه you have to prove لازم يعني تأسب للعالم أنه the art that I'm doing is worth it is worth it yes يعني أوكي الشهادي وخلصني فلوس وخلصنا فلوس وخلصنا أنه يعني لازم تفرجي العالم أنه 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 هي شغلة منيحة أو شغلة فعلا yes which is sad yeah it's very sad I am يعني I'm happy بس يعني أنه الطريقة صعب صعب يعني أنت ما ممكن تتولد كده عندك موهبة وخلاص تمشي لا لازم تقعد تحارب وتعمل وتسوي وتثبت 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 وبعدها تمشي يعني ممكن أوكي ممكن أنت تعمل كده لو أنت عندك الحرية أو تحارب عشان حريتك بس حتتتعب يعني حتى ما حتكون مرتاح لأنه أنا شخصيتي which is something يعني شخصيتي اللي حاجة اللي اكتشفتها مؤخرا that I always I have the good girl syndrome أنه لازم أكون the good girl الناس والحاجة العادية والطبيعية لازم أنا أعملها بغض النظر عن أن حاسش يعني حتى وصلت مرحلة أنه I don't know what I'm feeling I don't know أنا العايز الحاجة دي ولا لا أشوفوا شنو الصح أو شنو اللي الناس حتشوفوا صح أنا حعملوا فلما أكون من جوع أو زعمل حاجة ما بقدر أعملها I have to أحسب مليون حساب تدفع فاتورتين يعني بدك تدفع فاتورت العالم بعدين بعدين تشوفي أنت شو بتحبه صعب هيدا الشي شو اللي مين أواكي مين يعني يعطاكي هال الابروفل اللي كنت عم تدوري عليه أنت عطول يعني بدكترت المجتمع بعدين شوفي مماها شو بتحب من جوه لحالك عملت كل هيدا الشي لحالك أخدت هيل قرارات كم في حدا حديك I'm always surrounded by دائما حوالي إني أهلي وأصحابي دائما دائما يعني حتى لو عايز أعمل حاجة it's very important for me يعني to have ماما بابا they're like the love of my life هم صح يعني برضو they are شوية traditional بس يعني كل الحاجات الكويسة اللي أنا عملتها وكل الحاجات الحلوة اللي في شخصيتي منهم هم وكل الحاجات اللي يعني بعملها بيكون عندي support منهم لأنه يعني للأسف نحنا في مجتمعنا العربي لو أنت كان أهلك ما لو أنت كبت أهلك ما supportive ما بتقدر تعمل حاجة أو بيكون حرب صعبة جدا بس الطريق الوحيد أو مش الوحيد يعني هو فيه طرق كثير بس صعب أنك تنجحي كبت لو ما أهلك بيس عندوك لو ضدك أو عندهم يعني completely against الحاجات اللي أنت بتعمليها حتكون بالنسبة لكي حرب فضيعة I was so lucky to have أمي وأبوي معاي وصحباتي I loved them so much صحباتي هما بعرفوا نفسهم يعني أنا I believe in friendship so much بالنسبة لي صداقة أهم حاجة في العالم لأنه يعني يكون عندك كده صاحب تستند عليه والحمد لله أنا عندك صحاب كتير حلو دعم الأهل بس شخصيتك قوية كمان ما ها أكتر من بس دعم الأهل يعني في شي خليكي أنا بعرف إنه كتير كنت تلاقي أنت قادات أو هيكي يعني بوليينج من from other girls بالسكول أو شي بس أنت يعني ثقتك بحالك هو honestly أنا اللي حبيت مها وقلتلك تاعي على البودكاست قد ما شفتك واسقة من حالك بطريقة يعني تمثيلي كنت وقدية بتعبري وقديش أنت طبيعية وما عندك خوف ما بعرف أنا من جوه هل إنه بتغطي هيدا الشي ولا أنت بتلاقي أنه أنا لأ فعلا ما عندي خوف وأنا واسقة من حالي واسقة من شكلي ما بهمني رأي العالم ما عطين رأيك بهيدا البارت نحنا أكيد عطين رأيك بشكل أكثر بشكل أكثر بشكل أكثر بشكل أكثر بشكل أكثر وهم يعملون بشكل أكثر بشكل أكثر أنا 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 يعني ثلاثة طول فترة المدرسة كنت بشوف نفسي يعني بتماحلوة يعني أنه أنا لا أرى أصبح بشكل أكثر ليس بشكل أكثر بحرام يعني في أجل بشكل أكثر لم أكن بشكل أكثر أنا أصبح من أطلقاء أطلقاء بالعكس بس أتسمع كمانات من حتا أصبح عن ما و أصبح أنا أتذكر بشكل أكثر لا أتعامل أو ما أصبح عاللبناني عالطول أنا بقلب لبناني لما و أنا أتعامل عن هذا لا إخبار بس بس أصبح لأتذكر طول فترة المدرسة كنت بشوف نفسي بتماحلوة كنت بشوف حالي بشعة ثم قلت بشوفي قلت ها هذا أيضا لأنني كنت بشوف هذا شخص لأنه لما تكون البنت اللي بتكون كتير حلوة وهيك لا لا تحتاج لعمل على شخصية لا 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 بس فعلا تأخذ على شكل على شكل نعم بتفوت وخلص يعني لا 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 بس الي نعم نعم شخص بس نعم النعم مِر望 ك بس مرا ك لا 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 نعم رأى مه Nietz très فأنا because I heard a lot of comments because of my teeth and because of like a lot of things I had acne and I heard comments about my nose فكان عندي دائما إحساس أنه أنا البنت المحلوة فI had to work on my personality لازم أكون البنت الفن at least فأني come on حتكوني بشعة ونكدية فأنا like okay fine I'll just work on that بس it happens naturally you're just like خلص أنت بتشتغل على النفسية من جوه ويستطب تأخذ الواقع من شكلك يعني أنا هسي لما واحد يقول لي أنت حلوة ولا ما حلوة I really don't care لأنه أنا ما باخد الرضع النفسي من شكلي يعني أنا لو شكلي ما حلو أو لابس لبس ما حلو في ناس لو ما حاطين ميكوب أو لابسين حلو ما بطلعوا من البيت لأنه they take their validation من شكلهم so I don't care يعني أنا لو بأي منظر حطلع وحشوفك ولو قلت لي أنت حلوة ولا ما حلوة I don't care لأنه بس لو قلت لي شخصيتك ما حلوة هنا أو منك مهضومة هنا أنا حرجع على البيت I'm like what? I have to work on my personality مش مهضومة nice كمان يعني I love to be nice ما بحب أتفهم غلط أو ما بحب أكون البتة الشريرة أو المالطيفة أو whatever كمان I don't like to be البتة الجاهلة أو البتة ما بتفهم في cultural يعني ما عندها ثقافة يعني this is where I take my validation from يعني if someone tells me إنتي ما بتعرف عن الموضوع ده I'm like shit I need to work on myself و I took يعني في الثانوي في المدرسة كنت يعني مهووسة بيدوكومنتريز وبحب أقرأ وأتعلم وأعرف عن مواضعي جديدة وأطور من نفسي وأعمل وأسوي وكده عشان أحس يعني this is where I take my validation from and I watched في حاجة غيرت حياتي تماما لما تفرجت عليها لما كنت في المدرسة do you know Tyra Banks she had a show يعني I used to follow her show I was the biggest fan of the show when I was in school يعني كان عمري مكن 16 أو كده and she had an episode اسمها Rock your ugly الحلقة دي كانت عن how to how to be proud of your insecurities فجابت ناس عندهم insecurities معينة زي big forehead أضانهم طايرة whatever like في واحدة كان عندها scar and she she made them يعني كانت الحلقة عن كيف أنه أنت الحاجة اللي أنت بتكرهها في نفسك أكتر حاجة يعني في ناس كل واحد عنده عقدة من شكله بشكل أو آخر هي الحاجة اللي بتميزك the thing that you hate about yourself is what makes you unique وأنو نحنا this one thing is what makes you unique and you have to celebrate it and you have to be proud of it and you have to show it and when you celebrate it and show it and be proud of it بعدين حتقدر حتاخد منها ثقة بالنفس لأنها هي حتكون مميزة وإنت حتكون مميز and she got those people مثلا البيت اللي عندها forehead رفعت يعني دائما اللي عندها مثلا big forehead بعملوا غرّة ومعرف ويغطوها بس لا she made عملت لها updo كده ورشدت الشعر اللي بره البيت اللي عندها scar عملت لها زي art حوالينا scar وفراشات وورود ومعرف شنو that episode for me was so so empowering and it was كانت نقطة تحول في حياتي لأن منها I was like my nose I get comments حتى لو when I was a little girl يعني في people like even my brothers they're like oh my god your nose is too big you know and it was always an insecurity for me and بس أنا personally I was never annoyed by it يعني أنا ما أشوف في ناس فعلا لما يكونوا يعني whatever it was لما يكون عندهم insecurity لما يشوفوا نفسهم في المراية خلاص ما بيتحملوا يعني I have to change this thing I have to go and fix it when do you did not change it come in I don't have a problem with it genuinely ولا I never had a problem with it my only problem is with people who are like a few people who comment on it that's why I was insecure about it فلما شفت الحلقة دي I was so empowered حسيت أنه بفعلا الحاج دي بتميزني I want to like be proud of it and I started to شوية شوية يعني بيجيت فخورة بنفسي وجاتني ثقة كذا من جوة أنه لا أنه دي الحاجة اللي بتميزني وأنا حكون فخورة بيها ومح غيره ومح يعني أصلاً وتغير يعني نوز جاب at that age was not an option يعني ولا بس يعني كنت خلاص يعني I started celebrating it و لما دخلت على السوشيال ميديا this was another نقلة في حياتي because I was always around يعني الناس اللي أنا بعرفهم ما كان فيه كومنت من ناس بره بس حتى الناس اللي أنا بعرفهم ما كانوا مقصرين يعني فيه ناس فيه ناس كتير they commented on my nose كتير يعني بس I never cared لأنه أنا شخصياً I'm not bothered يعني بعدين لما دخلت لا لما دخلت السوشيال ميديا أول فيديو هو نفس الفيديو ذلي it got viral that changed my life it also ruined my life a little bit for like يعني شوي كده أول ما الفيديو ده انتشر طبعاً كان في support فضيع ويعني everyone loved it بس كان في تنمر فضيع فضيع مريع مرعب لدرجة أنه أنا فعلاً I went into for three days دخلت three days مش كتير يعني بس I was so depressed لدرجة أنه أنا I was like أنت أبشع واحدة بالعالم ماها you're the ugliest person in the world لأنه كل الكومنت كل الكومنت كانت عن منخاري ماها دي شنو دا اللي بدي هي oh my god her nose so big و أنا by the way الفيديو اللي أنا صورته صراحة كان سيئ جداً يعني يعرف الكاميرا حطيها كلوس هيك هيك هون هون و wide angle yeah literally the worst camera in the world وبتعرف مويلات زمان and I'm just like لا 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 and I'm talking you know حنز الفيديو رو صاحباتي ف I didn't care بس بعدين لما الناس كلها شاف يعني لو كنت أنا شوية فكرت في الموضوع كان خليت الكاميرا أبعد بس لا I didn't ف it really يعني destroyed me من جوة حتى بتذكر كنت قاعدة و جاد صاحبتي إيمان إيمان and she was like what's wrong I'm like listen I'm so ugly خلاص يعني لكن ما مشكلة الجمال جمال الروح إنه خلاص يعني أنا تخطط المرحلة and I'm like it's okay you don't have to be pretty it's fine يعني خلاص يعني and then she was like ما و إنه وفأتي على هالشي أنت آآ آآ من جوة خلاص هات مضافتي اتقبلت يعني أمو لكن شو بدي أعمل بعدين هي شوي يعني 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 عطتني boost and she was like you're so beautiful don't say that she was she gave me a lot of confidence and support and which I really needed يعني to hear like those words and يعني it gave me a boost to continue you know out to مش to continue to start like working on my self-confidence again لأنو from that turning point I didn't do anything بعدين جد الضربة دي و I started working on my self-confidence again and now I reached the moment where literally كل الناس ممكن ترسل لي انتي وانتي وانتي بس انا انا لا اتهم يعني ما بتأثر فيني ابدا لانه خلاص يعني من جوة صلحت الموضوع مع نفسي وبعدين في نقطة مهمة انه once you start listening يعني اول ما تبدأ تسمع الناس بشكلك دي نقطة خطر جدا 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 يعني اي قرار اي واحد ياخد عن شكله او جسمه او وشه بس لازم يكون فعلا من جوة يعني انا عاوز اغير الحاجة دي لانه انا متضايقة منها ولي عشرين سنة متضايقة منها فهغير بس لما تبدأ تسمع فلان قال كده وكون السبب لانه الناس بتعلق فهنا وليس انك مستحيل تكون مجرد بس لازم بس لازم لانه انا اصحان واحد يتضايق مستحيل تكون جيدة مش رح ترضيهم كلهم كمان مش رح ترضي كل العالم مش رح ترضي كل العالم شو ماتعامل اي برح تقدر ترضيه وحتى الناس اللي بيعملوا بيجوا الناس يكتبوا لهم كنتي أحلى كنتي طبيعية أكتر طبعا ده قاتل يعني صراحة تخيل أنا أمشي أعمل عملية تجميل وبعدين يجي زول يكتب لي والله أنت كنتي أحلى وأنا أكون عاملها عشان في زول كتب لي أمشي عملي عملية تجميل يعني صراحة لا يوجد مستوى لذلك صح بس يعني أحلى شي انت عملتي لتي أنا ما بيخد قوتي أو عملتي كلمة تبعي من شكلي طب هلأ يعني أنه فصلتي هيدا الشي أنت بس الأشخاص اللي يعني ما عندهم مجال أو هني من هني وصغار أخدوا هالفليديشن من شكلهم يمكن هني بتلاقيون عندهم إنسيكورتيز أكتر من الشخص اللي متكل عهيدا الموضوع يعني لو هني أجمل بس هني أضعف من الشخص اللي ما اعتبر حاله أنا مني بالجمال هيدا الخارق يعني بس ما أنا ما متكل عليه أبدا يعني الجمال جمال أول شي نجب نعرف إنه ستاندرد طبعا البيوتي مش هو دفرنت والدور بيذوي ده دور الأهل يعني في يعني كل تسعين بالمئة من شخصياتنا أو مين بمئة شخصياتنا عبارة عن كومنت انت سمعتها من أهلك لما كان عمرك أربع سنين حرفيا فأنا الحلو أن اللي بحبه يعني ذات ويقول لك أنه أهلي أنا بحبهم شديد ماما بابا يعني تصليحي معارش شنو يا ريت لو ما تعملي كده لأنها بتظهر جبهتك أكتر يعني بيدوكي الانسكوريتي كده على طبقهم من ذهب يخدي الانسكوريتي ده خديني بقا أمرك تفضلي نعني تفضلي شو بدكك بدك انسكوريتي تبعت مئة وين ففي أهل كمان اللي هو الغلط بيعظموا الشكل بشكل فضيعي انت أحلى واحدة في العالم انت أوسم واحد في العالم انت فبتبقى هنا بتاخد انت من شكلك لأنه ماما أو أهلك فهموك انك أوسم واحد في العالم فأنا مين قدي فكده فلما يجي انتقاد رح يكون مدمر يعني بالضبط يعني انت كده يعني يعني أنك تعظم الموضوع أو أنك يا أما تفهم البيبي أو الطفل أنه انت أوسم واحد في العالم وأنك تفهموا أنه انت عندك مشكلة برضو يعني لو المشكلة دي مشكلة صحية حلوها بس لو ما مشكلة صحية حلو عني يعني الصراحة this is so bad I know people يعني أهلهم they're like لا 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 ما تطلع مغير ميكوب لا 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 انت بعدين لما يبقوا عمرك طوال انتاشر حنصلح ليك المسلا الحاجة دي أو whatever this is قاتل بس نحنا أور going back to your point أنه لما انت تكبري إحنا مسؤولياتنا نصلح نفسنا لأنه إحنا أهلنا عملوا كل اللي بقدروا عليه يعني whatever insecurity جاتك من أهلك أو من society بس ما ها قدي صعب هيدا الشي لما تصلحي على كبر كتير صعب يعني بيضلوا يكمل عمره يعني بقيت عمره عشرين ثلاثين سنة أربين سنة بيضلوا عم بيصلح يعني الإنسان لأنه من طفولته ما أخذ هيدا السئب بالنفس وبيضلوا يصلح وكمان يعني إحنا جيبنا سيرة الدراسة كمان يعني جربت أنت عم تدفعي مرتين لتلك الفاتورة عم فاتورة المجتمع تفضلوا خدوا اللي بتكونيه وأنا عم بعدني عم بشتغل من جوه ما هاشو بتحب ونفس الشي على الشكل مرات نضطر أنه مانا نلبس هيك ومانا نعمل هيك يعني لأنه عم ناخد هالانتقادات وعم ناخد يعني الإنسكيريتيز كتير 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 بتدمر الشخص هلأ نفس الوقت بدي أقول أنه تعطيه باور تاني يعني شوفه أنت وين صرتك وين وصلتك ففينا مثل ما تايرا استعملتها وقالتلون أنه إمباور يور إمبرفكشن إمباور يور إمبرفكشن لأنه إتوالجيو باور بالضبط ده ما بس على الشكل ده على الروح برضو يعني أنت لما تشتغل على ممكن تشوف الموضوع من جهتين يا أما جهة صعب ومستحيل وإتسا لونج جريني يا أما تشوف الموضوع أنه إتسا بيوتفول جريني أنه أنا فعلا عندي فضول أنه أنا أعرف شنو المشاكل اللي فيني ومن وين جات وأنه أنا أصلحها يعني حتى أصلحها أو ألاقي شي تاني عود عود عنا رح يغطي رح يغطي مش عليا رح يخلق موهب جديد يعني ما ضروري نغطي عليا أو نعتبرها غلط بس هي فعلا موهبة بحياته للشخص أو أي شي تاني يعني يطلع يطلع نابغة بدراسته يطلع بيحكي صح يعني في أشخاص مثلا يعني فزيكلي مثلا منهم قوية طلعوا بيحكوا حلو طلعوا دراستهم طلعوا بيحكوا فلسفة دكاترة بس تكلوا على شخصيتهم وعلى دراستهم استخدامك بيحكوا بيحكوا يعني أنا يعني مش بس أنا ليش طلعوا كوميديان أصلا الكوميدي أصلا ما بتطلع من الفراغ يا أما أنت بتطلع كوميديان أو بتضحك لأنه أنت عندك رغبة بي هرد لأنه أنت حسيت نفسك في at any moment of your time أنت ما قادر تعبر عن نفسك أو ما قادر الناس ما قاعد تسمعك فلجأت لطريق دي عشان تعبر عن نفسك فدي موهبة دي موهبة ممكن أنت تعيش بيها طول حياتك فدي حاجة حلوة فتعرفة تعرفة هي شنو أصلا وتستغلها بطريقة الصحية بدل ما نغطيها ونخبيها ونقعد نطلعها على شكل عقد على الناس إنه سوى صعبة شو صعبة اللي ما تطلع بشكل عقد إنه سوى صعبة لأنه أغلب الناس اللي حوالينا عندهم عقد وبتكون عقد من الطفولة وهما ما مستوعبين وكل تصرف في حياتك وكل قرار في حياتك بطلع بسبب عقدة من الطفولة حرفياً وأنا أعلم بأنك يمكن أن ترى، يمكن أن تخبر يعني لما تشوف واحد عصبي لما كان عمرك سنتين كنت بتبكي وأمك ما كانت مركزة معك فأنا أعلم بك كانت مشغولي كانت حرام، يمكن كان عندها مشاكل تانية بس أنه صح فأنا أعلم بشكل عصبي حاول تظل عصبيتك بحاجة تانية في ناس ممكن يطلعوا يعني يعملوا كل حاجة ما في تبرير طبعاً للتصرفات الغلط بس there is always a reason ولما تعرف السبب حياتك بتكون أريح بكتير وحتى حياتك مع الناس التانية يعني بتتفهم اللي بتصرفوا التصرفات الغريبة وبيكون عندك ثقة بنفسك أكتر أنه I know what's my trigger ولما أضايق من حاجة أو لما ما أعرف أعمل حاجة ما بألوم نفسي أنه أنت ليه ما بتعرف تعمل كده أو ليه زعلتي من التصرف ده لا I go back and I see what triggered it وبيضاوي اللي بيساعد هو الصداء الأصدقاء يعني أنا صحباتي في ناس في جروب مثلا ممكن يكونوا يعني مع ناس تانين لو أنا جاي زعلانة فلانة زعلتني عملت لي كده وكده وكده فالجروب كله ثبات على فلانة دي أنه دي أصلا واحدة ما كويسة وإنتي أصلا كيف تديها فرصة أنا my friends لأنه إحنا we're so into healing فلما أجل أقول لهم مثلا فلانة زعلتني بيقول لي أنت لي زعلتك أنت اللي الغلطانة أنت اللي زعلانة على الفاضي وانت اللي شنو السبب اللي زعلك لأنه لأنه there is a trigger apparently ولازم تعرفي أنت الزعلك ده هل هو عشان تصرفه ولا عشان هي أثرت فيك وخلى زكرتك بإنسكوريتي أنت عندك that you have to work on فعدينة قاعدة كلها بتسلكون عن تحليل شخصيتها بس لا أنه عطول لازم مثل ما قلتي بسسلتها بطريقة كتير حلوة أنه ما بتلومي حالك بس بتعرفي أنه المشكلة أساسة من عندك أنت something triggered في شي يمكن متلقلتي أنه يمكن بطفولتك ولازم بتشتغلي عليه وتصلحي يعني في شي غلط أوكي ما بلوم حالي بس بجرّب صلحه بجرّب حتى أنا أتخطاه وما كب شو قلتي يعنون عقد عقدي عالعالم لأنه هاي دي something very important أنه ما تكب عقدك عالعالم لأنه بيبينه يعني وبيأذوا بيصيبوا لأنه هني بيكونوا منحوتين ومضبطين بصيروا يعني في ناس مثلا بيتكلوا على هال مش بيتكلوا حرام يعني it's something bad بتلاقيها عادة بالعمات هاي دي يا 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 بهاي الجيل من هيدا الارتكيف من القرايب الكبار مش هيدا ما قدروا صلحوا يعني و especially من الأم والأب بصراحة يعني يعني فيه فيه أهالي يعني كل العجد اللي عندهم في حياتهم بيرموها على أطفالهم هو الجيل الجيل اللي ما قدر صلح أيوة بس حرام يعني أنا كمان مرجع بقول أنه كل الأهل عملوا كل اللي بيقدروا عليه يعني أي واحد أنت تشوفه يعني حاولي ربي طفل وممكن يكون مثلا فشل في تربيته ومسلا تفضل عنده عجد كتير كلنا عندنا عجد حتى لو أهلك أحسن ما ها ما كان عندهم الوسيل يعني هلأ مثلا هيدا البودكاست قدي أنت الكلام الحلو اللي عم تحكيه قدي يمكن يؤثر بناس ويفهموا الفكرة بغير طريقة ورح يرجع يصلحوا حالهم ويرجع يقولوا طب أنا هيك بدي ربي بنتي أو ابني على هيدا الأسلوب قبل ما كان فيها الوسيل كله اللي عم تصلهم ما كان فيه السوشيل ميديا ما كان فيها حدا يقلهم ينوت حتى اللي أنتوا عنايتوا فيه مش زنبكن أنتوا كمان تربيتوا بطريقة غلط وما قدرتوا تشتغل وما قدرتوا تصلحوا فعم تكبوا العقد على صح صح حرام أيوة ما كان عندهم طولز أبدا أبدا يعرفوا أصلا يعني حتى زمان الحياة كانت غير يعني كانوا الناس مركزين أنه هما يكونوا عندهم أكل شراب كهرباء بس لك هلسي نحنا لأنه يعني تب بتحب لنطلع شوي صغيري بتحب لنميمة على هالأصاص يعني بتحب لنميمة على هالأصاص يعني بتحب لنميمة شوي الحاجة يعني واحد عنده هادي واحد يصير يصير two point at it يعني أكيد لا أكيد حتى ما نصير بولي بس يعني نتقد بعضها حلو الواحد يسخر من حاله أول شي يعني الكوميدي لما بتتوصل I think لأعلى قمة من يكون واحد مرتاح مع حاله لما بيقدر ينتقد حاله ينتقد يعني يعني يمكن يمكن التربيه طبعه أو يعني حياته العادية ينتقده يمكن حتى في ناس راحوا أنه بيحكوا على كيف رب أولاده أو يعني ينتقد حاله فعلا ولما كمان المجتمع بيقدر يتقبل أنه حتى أنت تنتقد المجتمع متل ما هو يعني تسخر منه لأنه هادا شي كوميدي بالنهية عم تستعمليه لطريقة كوميدي وإن دايركتلي بيصلح ما بدايق قدي برأيك مانا قدي مانا وقت لنقدر نتقبل الانتقاد نحنا ما بقى كتير أ特別 بالكوميدي قدي فيك تسخر بدون ما تلاقي يعني السخرية حلوة بالفن أغلب الكوميدي قائمة على يعني whatever is happening right now في الكوميدي هو قائمة على عقد الناس والمسخر عليها فأنه people are already doing that يعني بس نحنا لسه ما we're not ready to يعني face things directly يعني مثلا يعني ممكن تقولها بشكل كوميدي بس كمان you can't be very direct مشكلة بيركبولة يعني ما بيخدوها مثل ما هي بيصيروا بيحطولها ideologies أيوة وبيحطولها يعني عقد من غير نوع وبيحطولها إذا بتفاتت بالرئيس ولا فاتت بالجنسيات ولا فاتت بمطق يعني بتصير إنو guys أنا مش رايح لهنيك أنا I'm just pointing على لقيت انت قدات شوي صغيري مثلا هلا انت بتقلدي الجنسيات أو اللغة أو اللهجة اللبنانية السورية مبارسورية بتقلديها أي طبعا أي لكان طبعا بقلدها كتير بحبها طب أي أكتر لهجة بتحب تقلديها لبنانة بصراحة كتير بحبه بحب إنو بحبوهم كلهم يعني بصراحة كلهم بحبوهم بحب المصري جدا جدا أنا بحب أقلد المصري جدا أحب أحتي عراقي أحب رمسماراتي كل شي بحبو المصري لبنانية بحبو المصري جدا بحبو المصري جدا بحبو المصري جدا لأنه احنا كبرنا على ستار أكاديمي انا في كليب طلعه إنو في وحدي باللبنان اسمه باتي هي بس هي اسمه براقة قال بالله فإن يعني براقة باتي أكيد حكون بحب أقلد المصري ما جعفر خبرين عالسودان ما حكيتيني قلتلك أنا رحت عالسودان شو عملت أمتة رحت رحة عندي برودكشن ونفعل فتوغرفي ونفعل فتوغرفي ونفعل فتوغرفي لذلك نحن نتحدث نروح على الخرطوم نصور أوتيل هونيك روتانا سلام روتانا سلام روتانا كان بعضه جديد فاتح قبل ما يفتح حتى نروح على الخرطوم وراح تصورته وهيك بس ما صح اللي روح على بره الأوتيل يعني عطت بالأوتيل وراحت على عفرة مول روتانا أتفجأت كافيه بسينات في قلب المول ولكن كنت أحباً نحنا لأن شعب نحب الحيوانات الأليفة نحن كنت أليس كاتات في المول هذا جميل نحن أحباً كيف مال اتجدك بجانب ما صح حلت ودسكورت اي 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 وش انه روح اكتر هلأ صار معي حادثة فني بس انه what can I say it yeah I think oh my god okay I'm gonna say it okay هلأ رحت كان معي انا معدات كتير تصوير okay فبتعرفي فيه بروسيجر عالمطار وهيك انه شو هايدي المعدات وكان عم نحكي الموضوع شوي قديم يعني فاي يشوفوا كاميرا يعني مصيبي وكاميرات professional اي انت فتح السلام روطانا من عشر سنين يمكن الموضوع oh okay so يعني كاميرات وتصوير شو قاب بنتصوروا شو القصص وشو يعني بصير فيه كتير هيك اسئلة يعني يعني شو عم بتصوروا خيام بتصور قوتيل ومجيب لوراق وكذا وهيك ففيه بروسيجر كان طويل لقدر طلع المعدات صورنا القوتيل هلأ بالرجعة عندي نفس البروسيجر انه بدي طلع المعدات من المطار من المطار عندي اجي على دوباي ففيه الجاميريك اعرفت كيف فالشاب اللي هونيك يعني اللي على الكاونتر قال لي تفضل على الجاميريك يعني فتنا على الجاميريك ووضة قال لي ايه ما طلع يصلي قلت له طيب اوكي بس لانه الطيارة وما الطيارة قال لي استنى شوي فاستنيت انا يعني نص ساعة 40 مينت رجعت رحت عنده قلت له صلاة تراويح ايه قلت له انه الطيارة و بده يطلع يعني فقال لي تباني اقطع صلاة و قلت له يا اخي و قطع صلاة و دخيلك بعد 45 مينت ايه لأ هلأ هو وين راح يصلي برا المطار يعني مش انه في يعني هيدا انه شامع وورا وهيكي لا ما بعت ادرا حطها هايدي راح تطيارة و طلعت وهو اصلا قال لي قال لي تعال بكرة بكرة في طيارة يعني ليش معزب حالك هتو جو باك تدا حطل نا اسباين عادة لكي بعدين يعني اللي اكتشفته انه كول يعني يو هفتو بي كول وريق و هيكي لا لا الوقت يعني يكون معك وقتك يعني يا اما الناس بتطلي او الشبكة طاشة طاشة ايه الشبكة طاشة او الناس بتطلي فايك قال لي تعال بكرة عادي يعني ليه مستعجل تقول له بصراحة معك ليه مستعجل طرحت الطيارة والله تسو ساد لا تسو ساد ميكسني ساد يعني انا لما اروح او يعني كل الناس لما تكون عاوز تمشي اي معاملة بيحصل فيها كده حتى لو تشوف how hard it is انا that's why يعني this takes us to the next the next step the next point that's why انا I love Sudan so much and I love Sudanese youth بحب اساند المواهب السودانية او السودانيين اللي عندهم مواهب ولسه قاعدين يطلعوا لانه the struggle يعني the struggle is real لانه الجيل جديد اسرع وصار يعني حابب يطور حاله كل شي صعب يعني هما يعني لو عاوزين يعني يطبعوا ورقة it's a hard process عشان تمشي تطبع ورقة عشان تمشي تشتري كاميرا مش تشتري يعني تجيب كاميرا للبرد او تطلع او يعني it's very hard process to do anything لانه مش لانه هما يعني it's hard بس لانه ما في دعم المواهب you know او people don't want things to go smoothly فالحاجات كلها بتتصعب حتى انت كشخص عاوز تسافر صعبة you know it's really that's why i love supporting them لانه it's very hard انت باليونسف سفيرة صح مضوطة شو هي ليلي العيدة سفيرة اليونسف بالسودان اليونسف بالسودان سفيرة لدعم الاطفال شو هي انت سفيرة اليونسف بالسودان انت سفيرة اليونسف بالسودان كيف تتحكك كيف من هيدا المنصب عم بتحاولي تتحكك انت سفيرة اليونسف مضوط 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 عفكر انت اللي عم تضحك مها جعفر انت سفيرة مها جعفر انت سفيرة اليونسف ملا ما عم بتحك ملا ما عم بتحك ملا انت سفيرة اليونسف بالسودان من هالموقع اول شي كيف اخدتيه وشو عم تقدر تقدمي للاطفال وللدعم للشباب السوداني كيف اخدته انا اصلا من اول ما ببديت سوشيال ميديا انا بعمل فيديوهات للتعريف عن الفقافة السودانية وبحب دايما انشر بحب انشر الثقافة السودانية او يعني I want to يكون في تمثيل للسودان يعني كل ما يكون في مثلا اي حاجة لها علاقة بالميديا anywhere بيكون في كل البغدان بس السودان ما بتكون موجودة والحاجة دي تريلي يعني بزعل عليها شديد ومن قبل ما اصلا اكون على السوشيال ميديا كان عندي هدف انه انا لما اكبر اكون مؤثرة و اقدر اعمل حاجة للسودان ما عارفة كيف لانه انا اصلا ما كنت على سوشيال ميديا ولا كان في سوشيال ميديا اصلا يعني فبعدين لما بدأت سوشيال ميديا اخدتها كفرصة او مش ساين اخدتها كفرصة انه انا ابدأ اعمل انشرة ثقافة سودانية بس بطريقة حلوة يعني بطريقة ما تكون انه يعني بطريقة كده تحسس الناس انه قريبة اكتر لالون يعني ايوه يعني سوريا ايوة يعني بطريقة تكون سلسة اكتر عن طريق الكوميدي عن طريق انه انا مجرد لهجتي بس سوداني لما اتكلم على مي سوشيال ميديا تنورميلايز السودان لانه السودان ليس بطريقة سودانية لما تتكلم سوداني كأنك بتتكلم من الفضاء يعني بيشوفوك كده بالنظرة دي ولانه انا شكلي ما سوداني فلما اقعد مع ناس ما سودانيين بشوف بسمع التعليقات العنصرية وبسمع نظرة الناس عن السودان وبعرف من جوه هم كيف شايفين السودان فا ايوه فدائما بحاول لما يشوفو زو سوداني او كده بيكون فيه يعني بتكون نظرة سيئة بتكون حتى تمثيل في الاعلام سيئ جدا فكل الكنتنت بتاعي كان انتنشنلي انو انا انشرة ثقافة سودانية فمع الوقت عملت حتى عملت حاجات وبعديها عملت ميوزيك فيديو عن السودان اللي هو كان جزء من حملة لليوتيوب كانت اسمها صناعة التغيير والفيديو ده اخد يعني نجح الحمد لله شديد وبيقت الأغنية الناس يعني اطفال بغنوها في المدارس والناس كلها انتشرت والفيديو انتشر بطريقة اللي انا عوزاها وعرف الناس على السودان اكتر فاليونس لفت نظر اليونسف واختاروني اكون السفيرة بتاعت اليونسف في السودان فمنها بيقيت بعمل حملات مع اليونسف وحملات للتوعية وبنزور مثلا اماكن متضررة وناس متضررين وحملات عن مواضيع معينة يعني منتشرة مثلا في السودان بنحاول نوعي عنها وكده كتير مبسوط فيك مها مرافو عليك انا جد بتمسل الامرأة السودانية والعربية والامرأة اللي عندها شخصية واسقة من الحالة المثقفة والفنانة شكرا لتأتي في القناة شكرا لتأتي شكرا لتأتي كتير ببسطنا نقطع شوية ونضبط شوية بس الامور اوكي في شي حاببت قولي اولا نسكر نسكر الخط نحكي على التليفون شكرا لتتتسوقي شكرا لتتتوقت للي الى كل الناس اللي تتتوركوا مني شكرا وككل الناس اللي عوزين يعملوا مالحاجة وحاسين بلاد willst Puccino وانا laser الانيران و mesmo مّا شكرا من noodles و تُفما ك Hari فيا شكرا لذلك نعم محط تسعني que بنت بحاجة بحاجة